بسم الله والحمد لله والسلام على نبيّ الله محمد صلى الله علي وسلم السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله نكمل الفصل الخامس صعوبات التعلم. الفصل الخامس اليوم إن شاء الله بيتكلم عن صعوبات التعلم يعني من المشطلحات المشهورة دلوقتي وivedك برامج خاصة بعلاق صعوبات التعلم موجودة بعدد ليس بالقليل والإحتياج لأن صعوبات التعلم كفئة من فئات الإعاقة تعتبر من أكثر الفئات انتشار في البداية خلونا نتعرف على تعريف صعوبات التعلم أول طبعا من تحدث عن صعوبات التعلم كان كيركي سنة 1963 هو من أول من تحدث عنها وبدأ يضع لها تعريف وبدأ الاهتمام بيها وفي سنة 1984 وضع تعريف صمو الكيركي لصعوبات التعلم بيقول أن صعوبات التعلم تأخر أو اضطراب في واحدة أو أقصى من العمليات الأكاديمية وهو هنا حدد العمليات الأكاديمية العمليات الأكاديمية يعني بيتكلم عن الكلام عن اللغة عن الكتابة الكراءة عن الحساب عن التهجي طيب سببها إيه زمان صمو الكيركي قال أن سبب صعوبات التعلم نتيجة الخلل في الدماغ أو الاضطراب العاطفي ومعنى الطراب عاطفي في الطراب نفسي أو مشكلات نفسية وطبعا سبب صعوبات التعلم ذا برضو بيختلف عليه كثير من الباحثين السبب الرئيسي لها طيب جات اللجنة الوطنية لشؤون المعاقين عملت إيه؟ عملت تعريف آخر لصعوبات التعلم قالت أن صعوبات التعلم عبارة عن الطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية طيب يعني إيه عمليات نفسية أساسية؟ العمليات النفسية الأساسية عبارة عن العمليات اللازمة لتفسير وإدراك المثيرات بعد رسولها للدماغ عن طريق الحواس ثاني إيه هي العمليات النفسية؟ عمليات لازمة أساسية بتقوم بتفسير وإدراك بتفسير وتدرك المثيرات اللي جاية عن طريق الحواس الحواس بتاعنا عبارة عن قنوات بتستقبل من البيئة الخارجية وتوصلها للمخة أو للدماغ عن طريق الأعصاب إذا كان العصب السامعي العصب البصري إذا راحنا اتكلمنا قبل كده بيوصلوا من الموجود في البيئة الخارجية إلى الدماغ والمخة يقوم هو بتفسير ذلك هنا دي هي أساس العمليات النفسية طيب الجامعة الوطنية بتقول بقى العمليات النفسية الأساسية اللازمة سواء للفهم استخدام اللغة هذا عندنا الفهم استخدام اللغة ويتضمن المصلحة أيضا حالات التلف الدماغي والالترابات في الإدراك طيب الجامعة الأمريكية لصعبات التعلم فيه حاجة اسمها الجامعة الأمريكية لصعبات التعلم وعندنا هنا الجامعة السعودية لصعبات التعلم بتقول الجمعين عميكيها لصعبات التعلم ان صعبات التعلم حالة مزمنة زي تمانشأ عصبي تؤثر في نموة او تكامل او استخدام المهارات اللفظية او غير اللفظية هي حددت ان هي سببها عصبي تؤثر في نموة او تكامل المهارات اللفظية وغير اللفظية